مرحبا بكم أصدقائي مع ترجمة إهلان مسلسل الأسيرة وفي بداية الإهلان بعدما أتى أرهون وحير إلى المستشفى كان أرهون غاضب جدا من طارق وتهجم عليه وقال له إن حصل شيء لعلي ثم قال له لا تقلق علي بخير الآن وبعدها تركه وبعد ذلك شاهدنا علي كان يقول أبي جيد إنه رجل جيد ليس سيء هل هو في السجن أين هو كان علي يسأل عن طارق وبعدها كانت هيرة تقول أرهون وكانت تتحدث معه وقالت له إن فعلت شيء وفصلته عن أباه فسوف يظل علي يراك على أنك الشخص الوحيد الذي فصلته عن والده وسوف يقتنع أرهون بكلام هيرة وبعد ذلك شاهدنا الأخصائل الإجتماعية كانت تتحدث معهم وقالت لهم سوف أعمل قصار جهدي لكي لا تظل معكم الفتاة وسوف تذهب إلى الجمعية وكانت صدمة نور شاه وكذلك كينان وبعدها شاهدنا طارق أتى لكي يرى علي وكان علي سعيد جدا وقال له أبي ثم بعد ذلك سمعنا على أن هيرة كانت تقول أرهون تذكر على أنك تفعل الشيء الصحيح وكان أرهون سعيد بسعادة علي وكان الطارق يقول لعلي أختك سوف تأتي لرؤيتك وبعد ذلك كانت العقربة إذا تقول لعافيفة أرهون لقد تخلى عن دخول طارق إلى السجن وبعد ذلك كانت صدمة عافيفة وبعدها كان أرهون يقول لحيرة أعتقد أن كان لدي وعد قالت له حيرة أي وعد قال لها أعتقد على أن هناك مشكلة كبيرة وسوف نقع بها وكان هذا هو الإعلان